أشهدنا يا مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسن باليغضى والحس الأمني الذي يتمتع به منتسبي اللواء الأول حماية رئاسية وبما حققه منتسبي الكتيبة الأولى باللواء من نجاح تمثل بضبط مطلوب أمني في النقطة البحرية التابعة للكتيبة بمدينة المكلة في محافظة حضرمود وثمن اللواء البحسن خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بقايد الكتيبة الأولى في اللواء الأول حماية رئاسية النقيب ولد بامساطر الجهود التي يبدلها منتسبي الكتيبة وحرصهم على تأدية مهامهم وواجباتهم على أكمل وجههم ممكن في سبيل مكافحة أعمال التهريب وضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيا للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر